السلام عليكم بعض المرات في هذه الحياة تكون تتقلب على واحد الإنسان الذي يكمل هذا الجزء الذي يناقصك في حياتك هي ذلك الإنسان الذي ستزوج بها وتتقاسمها الحلوة والمرة وتبقى معها في الوقت القرح ووقت الفرح وحتى هي نفس الدور تبقى معك في ذلك الوقت عندك خيط من السماء والمشاكل وعلى ثاني تبقى معك وتكون كل شيء محلول عندك مع المشاكل محلولة وتكمل معك في ذلك الطريق الذي ينتظره ومحتاجها وتكمله بعض إياتكم من اللي تلقى هذه المواصفات كاملين حتى فجأة يخرج لك واحد العنصر اللي كي بعتر ليك العلاقة ديالك اللي كيربج ليك العلاقة ديالك بدون مقدمات ونشرح لكم القصة ديالي فمي كنت كان قرأ يعني في التعليم العالي تعرفت له واحد البنت هاد البنت هذي يعني كانت صديقة ديالي لمدة سنوات والصداقة تحولت الحب هاد الصيدة هذي انا كنعرفها ظهران عن قلب يعني كنعرفها العقلية كيفاش كتفكر الأذب ديالها أبعاد ديال تفكير ديالها الوعي ديالها وهذا الشي اللي خطف قلبي من جيتها بدأ في الول غير صداقة حتى أنا في الول كانت عندي واحد القناعة ما غنخليتي شي حاجة من العالم الخارجي تأثر لي على أهدافي ومستقبالي وذلك شي اللي بغي نوصل ليه بقينا في واحد الصداقة ديال ربع سنين ربع سنوات كلها دراسة بقينا على تواصل ودوزنا تقريبا عامين من اللي كتشفنا الحب البعضياتنا هي كانت كتبغيني وأنا كنت كنبغيها وتا واحد ما قادر يقول لاخر باللي را كنبغيك كانت الغيرة كانت كتنغير عليها كانت كتنغير عليها بطريقة غير مباشرة حتى الواحد من اللي قلنا على رأسنا كنبغيه وبعضياتنا بلما قدس لي لا را كنبغيك ولا نقل لا كنبغيك غير دكتراكم ديال الأفعال سوف يقول لنا فعال عقام مباشرة سهلة لنا سيدة ربي تخرجنا بجوج بحكم أننا كنا في نفس البرونش تخرجنا بجوج سوف يخدينا ذلك شي اللي خصنا لديبلوم ديالنا وذلك شي هي خدمات قبل مني ومن بعد سهلة ليا سيدة ربينا وخدمنا من اللي خدمنا وترسمنا وكلنا كل شي بخير سيدة يعني ما عمرني واخر كان عارفها وكان عارف الطيبة دياله ولكن ما عمرني تجرأت نتعرف على الهائلة دياله حيث ما عنديش حق هكذا يكونش خبار الوالدة خبار الوالدة عادي ولكن شكي دير باك فينا لا شوش عندك شي مشكل ما عمرني شفتها انا يا عندها شي مشكل ولجات كتبكي قلقاش ينهار كانت واحد الانسان اللي صابورة صابورة وكاتومة جدا اللي عنده شي مشكل كتتحفظ عليه باش ما تتقاليش الناس اللي ضايرين بها ايوه سيدي بقينا في هذيك العلاقة كانت واحد العلاقة اللي محترمة جدا جدا بحكم لوعي ديالي والوعي ديالها ويا ماشي سهل انك تلعب لها بدماغا مثلا كو كنت انا نيتي خايبة وغال لعب لها بدماغا وغاتمشي معايشي بلاسا ايوه استحيل مو استحيل اسيدي تلعب لذيك السيدة بعقلاه وهاتش اللي خلاني انني انتشبت بها ومقام مربوط فيها بغيت هكا زوجة ليا حتعارف النتيجة ديالعلاقتي بها ايوه سيدي من اللي خدمتي ايا وخدمت انا يعني بدي ناك نقرو تنشوفو واش غلن ناخدو الدار هيا اقترحات علينا ناخدو الدار كريدي انا اكتلال لا انا بوسي مبدا معك الكريدي او لما عمرك تبديلي الكريدي غن كريو وغنبدو بشوية لنا حتى نشروع دارنا فعلا تفقنا على هذه النقاط كاملة هاتشي ماشي موهم هاتشي ماشي موهم اه درنا دارنا فرشنا قد دينها ايوه سيدي تفقنا على واحد النهار غادي نجي عند الدار نجيب الوالد والوالدة باش نخطبوها ونضروفها ودكشي تفقنا على النهار ودكشي اه دارت معايا باش انا ننتلقى معا قبل ما نجيو عندها باش تطيرية شي شوية لبلوالد ديالها وعلى الام ديالها والعائلة ديالها ودكشي باش نعرف التقليد ديالهم ونعرف افكار ديالهم نعرف كيفش غلنا نهضر معاهم نتواصلوا مع بعضياتنا تلاقينا قلسنا اه قلسنا اه كتلا عاديلي شوية على داركم اعرفتل بعضنا انا على دارنا عرفت على الوالدة عرفت على الوالد يعني كادرت لهم عليها شنو كينة شنو كينة شنو كينة السيدة ورأى كان عرفها مش حال هدي ورأى السيدة يعني انت نوعية وبنت الناس وعلا تبقى هكا ان شاء الله استمر الزواج وانا متأكد وانا وانا وكان دافع عليها بحكم ذاك الصورة اللي خلت فيها واللي صناعت فيها ذاك الصورة اللي عليها هي بين سواء اهو اسيدي صافيق لسنانوية هادة ستصدر معي هي دابا هي اهو اسيدي اقول لكم وعليش ما قدت هادة شهادة قبل الزواج هي بالنسبة لها عادي جدا لك التصرف لكي در الوالد ديالها ومن هنا غتبدا المشاكيل حيث المشكلة تي ماشي مع الزوجة ديري المشكلة تي محببها اهو اسيدي اه يعني قلت لي الوالد درا كان مسكين كان عندي واحدة خوية وذلك خوية كانت وقعت لي واحد حديثة وتفا وكان عزيز عليه ذاك خوية وفاش وريته تصوير ديال قلت لي را دا واسيدي لغيجي اضر فيها واشنو كان قل لي صبح الله بعدين كي شبهه الخوك ورا بعزازيتي لي وليتي عزيزة لي وتي قلت لي فوقاش غاد جي فوقاش غاد جي وطنقلي غيب اللي تغيص بره الواجحة المرق لي اعطيني المرتور بغيت نظر معاه تنقلي غيص بره الوالد رغيجيب الوالدة ديالو الوالد ديالو ديك ساعة اخدها من عنده انت واضره معاه ودكشي قلت لي يحسب لنا يا الوالد ما تتسرعش ما عرفت هو الشية هي ميجرية يا الوالد خليدك شيبيني وبينه نهار يجيال واليد خود من عنده النمراء صحيح فعلا احسن احسن مدركي اهو هيا اها ديك صالينا الحضرة قلنا بالدار اتلاقينا مرحبا 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 اديا الوالد مراجم سكين غاد خلت شاف لي آف وجهي شافنيها كافاص اوه عدنقني واحت عميقه ولا يلا وضعوا على صدري ودخلوا في بعضياتهم وبدأوا يبكي قالوا يطبق الأصل دي الولدي طبق الأصل دي الولدي أنا لم أكن شبعش لهم هو جاتوا باله أنا بها الولد اللي مات لي أنا زي ما كان حصيت به وتعاطفت معه وتال والدة مسكينة إزمات الوالد صافي جات الخطيبة دي لي بدلت الجو ضحكوه مع رأسهم بشوكي وجود الحلوى أنا كان أدره خطبت البنت خدام عندي هو النمراء خطبت البنت اتفقنا على الزواج من هنا خمسة عشر يوم خطبت البنت وجدت الأمور دي لي عاوني الوليد شي ناس من العائلة تعاونوا معي تعاونوا مع ناس وجدنا الدهاز وجدنا تكاشر وجدنا الصداق وجدنا العرس وجدنا كل شي كل شي دازم زيان والوالد دي لها من اللي جيت لعندهم للدار ولت العلاق تبيط كبيرة بزاف صباح اليوم صباح فلاشية وودي شخبارك لبس عليك صحيحة يعيط لي يعيط وأنا بالنسبة لي هذا يعني مدام أنا مصالح وفي علاقة طيبة بالأب والأم دي المراتي هذا فالخير هذا يعني حاجة زوينة لا يكونوا مشاكل عائلية وش دلي ينقطع لك كل شي دازم زيان تزوجنا صافي كل شي هو هاداك وفي ذاك الموضة اللي اذا ما غن تزوجوك انك عيط لي صباح وعشية وعشنو ويسول وهكا وهكا اهو سيدي تزوجنا بدين الحياة الزوجية أنا والمدام والتي عيط ليها بزاف يعني ما كاملاش ما كاملاش شهر على الزوج ديالي ببنته والتي عيط ليها يوميا خصو الفلوس خصني يوميا يلا قلت لكم يوميا يوميا خصو الفلوس اه دوزت معا واحد المددية اللي انا ما في خباريش ما بغت تقول لي يا والو منحقا تسترباه منحقا ست شهور اللي دوزت معايا ولا شي سبع شهور هي ما قلت لي يا والو حتى النار اللي زيارات معا هوايا زيارات معا قلت لي صافة الوليد راني مرام زوجه وعندي مسؤولية ودك شي جاء عندي انا قالو والدي لابس عليك شو خبارك شو بي خير كل شي مزيان الله يرحم لك الوالدين عافك راني الى كان ممكن لكن ممكن راني واقف على واحد العسرات ريال عافك الله يرحم لك الوالدين ها ديون ردها لك قلت لي صافة امي لش هتردها لي انت ركب حل الوالد على الرسولين تلاخيت ما عنده خرج مستر بيس مشيتها عنده اعطيتها ليه صافة ومشا في حالته مشا في حالته دست واحد اليومين وعود عيط ليه ومدلاش من اقل تصواب ومجدين منها لاجهت على خاطرك لا عندك شرب على فريال والشي ستالة فريال الله يرحم لك الوالدين وهادي ومدلش عليها ونلغان جغيج مع اليها ان شاء الله هنعطيك فلوسك وكذا ماشي مشكل كنقول يا جاندي والتي جاندي لباب دير الخدمة وكان خالطة كبير 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 وريتو فين خدام جاندي لباب الخدمة كتير من قداش نخرج دابا اجاندي نعطيها لك اعطيتو ذاك الشي اللي يقسم الله السيد والاخدها مداومة مداومة قلت دابا انا السيد هذا كي طلب الفلوس بزاف وتيجي عندي انا راجل بنتو وتيطلب لي الفلوس وبنتو تبارك الاخدامة وغير ما تكونش بنتو مخليها بلاش اجي يشوف ادخينا دي شنو كيدير واحد انار قل يعود عيط لي عيطاني كيف لهذا حتو باب لك يجي عندي ويعيط ويجي ويعيط قل ياربغيت شمية درهمية عندك اعطيتها ليه تبعت باقي تبعتوا 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 حتى البلاسة يعني انا كذلك دعهم بعيد على البلاسة فين ساكن تبعتوا اركب في مقاطع ساكسي وبقيت سادة ترجع للبلاسة التي احنا سكنين فيها ارجع لذيك البلاسة التي سكنين فيها ذو قمت ويمشي لقهوه ديال تيرسي قهوة ديال تيرسي مش Ire يحل فيه الرامي وفيه تيرسي وفيه تم من فهم ديس اخ قمر ما بغيت تنحرج المادام ما بغيت تنعزها عندي وباها هاداك هادي تقول ابق مار بك كده اباك هادي وحصلت اباك وحصلت هادي ما بغيت تنحرج المراتي مع اباها هي هاديك نشيت تبعتو تبعتو تلقى هو كتل عمية جيبت ناظرة معك خرج شو كتل يشوف هادشي غيبقى بنيو بينك الله يجيزك باي خير انتبعت مراتي وجد ولادي ان شاء الله في المستقبل اللي انا الفلوس اراه كان دمر فيه مع امي وما تدريش مني قلت سواب ذاك الشي اللي اعطيتك الله يسامح غير هو ما بقيش جاندي تقولي شي فلوس حتى عارفت كده بفك تجي تحطاد الفلوس إلا انت كتبشي تلعبهم العود انا ركي جري لي العود باش كمشي نجيبهم واسمح لي يا امي وما تدريش مني قلت سواب وعندك تمشي تقول المادام شي حاجة انا اول مرة ها نخبي على مرتي شي حاجة انا مخبي على مرتي هذا شي هذا لصالح دياله وصالح دياله وعلاقة دياله وعلاقة بيها ضي جازك باي خير قل لي يا صافي كوناني وسمح لي وبدأ عنا قويبوس رجعت في حالتي للدار انا رجعت في حالتي للدار تلقى المادام كاتبكي قلت لي يا انتا علاش ما توقعت منك هذا شي هذا ما توقعتوش ما توقعت منك الديرات شوشتش اللي اسمعت بالصح قل لي يا علاش شوهتي ببف القهوة علاش شوهتي تغويتها ببف القهوة وانت انسان واعي وقاري وخليتك تهدر ما نقدش نظر مهاوية كتهدر خليتك تهدر تفرق ذاك الشحونات دياله جا عندها بدك يبكي عليها قال راجلك جا خرجني من القهوة وجا بدك يقول انت قمار انت شفار انت عادي مشوب، هذه المهوية هذه الحدي العائلة ما بنقومه بالنس Lotus Station انت هاجلة الحديط عن الخروجين كيفي كيف نقوم بتوعية الخارجه كيفي شهوب الأولى أ reflected 10.000 في هذا المرة الولا format ي sucked 60.000 في ذلك المرة الثالثة أخذ 100.000 هناك شهيم مشاب ح Australians وزيد مرة وشارج وزيد من هذه وزيد من هذه وصابر ومع مرضي قلت لك شيء حاجة من الناس وكي لا تخسر علاقتك ونظراتك على ابوك وكي لا تشعر بأنه يتحرج حيث كيف لا يريد أن يكون الحال يبقى ابوك وانا مشيت لديه القهوة وقلت لأشاهد عمي بقى بيناتنا هذا الشي هو دار ذاك شيء يضربني وبكاسبقني وشكا انا مشيتها دارت معه وقلت لك شارجاك شارجاك عليا كانت لك شارجاك عامي عندك الله يحي lleg بخير ماكي تخبره من жANG لا مع شكو ذلك ماكي تخبره من جهاز الله ي JokerT المتلارة فيها فيها واحد المعنى على هذه المتلارة. يعني الخير درجع لي بمزوي. تقولوا بها لك. انا زع ما بغيت نحافظ على علاقتك بباك. ولكن انتي ما بغيتش. كنت شوفها من الناس. انا الوليد ديارك عليها. عليها بالتيقار. عليها بالتيقار. انا ويكرا مخصك تاخير معي. الحمد لله. رأينا راجلك. وما محتاجش انني نشرح لك اشي هذا. قلت يا صافي انا عن تكلف بالوليد دياري. دازت واحد المدة. جاءت المادام انفجرت عليها. وكانت حاملة. وانفجرت عليها بالبكاء. وزيت اضطر عليها لان الوليد دياري ما كيرحمهاش. وقالت لي يا رأينا من النهار عقلت على راسي. اي حاجة كندخلوها. واحد اخوية هادك اخوية اللي يعود لك عليه. ومات. رأيته كان قاهره. وقهر واحد اخوية اخر. وعاد قاهرني انا من اللي خدمت. وش حامل من راسي فطليه. وتنعطيه. ورا قاهرني. رأي قاهرني. رأي قاهرني. ترى من الناس. انا ما غنقدرش نقرر في مصيرك مع بك. دكشي بينك وبين بك. انا نقدر نتحكم في الاتصال الارات دينا. ونحاول لقاش يحل باش انه ما يبقاش. ما يبقاش يقمر وما يحاورش انه يؤثر علينا. اما بس نتخلف علاقتك مع اسمحي لي. ما تقبلت هذه الهضراء. قلت لكم لا ونتوا مع من غنوقف. انا موقف ديالي تابت. هادك بباها هو اللي كبرها هي اللي هتعرف تصرف معه. مشان انا جيت البارح وقانت تخلف علاقتك بباها. وبقينا بحلاكك حتى ولدت طلب مني نطلقها. وانا بقيت كاردلها في عقلها وبالتابت اللي اعطاني سيدار بي. حاولت نقرع مراتي. ولقينا حل مع ذاك بباها. ولقينا حل معه. كانت ادي قصتي. وكنت على بونت. على بونت ما كنت غنبايليا مرتي بسبب بها. لي كي تعاطى للقمر. ولكن الحمد لله لقينا حل واسيط بالتابت. وبالتقيقة. والتقيق في ذاك الانسان اللي معك. والحوار. اهم حاجة هي الحوار. كان شكركم بزاف على الاستماع. اشتركوا في القناة